الآن الخطط التي توضع في خاصة الليبنة التحتية توضع على مزاج السياسيين الموجودين وأيضا توضع على الاستحقاقات الانتخابية دورات الانتخابية كل ما يترك المواطن تترك الأعمال مدة مدة أربع سنوات إلا قبل الدورة الانتخابية انتهاء الدورة الانتخابية بستة أشهر أو سنة يبدأ العمل وهذا العمل حقيقة يكون عمل عشوائي عمل غير مربوط بأسس علمية حقيقية حتى أنه يكون هذا العمل ضمن الأطر الصحيحة حتى نبقى نراوح في مكاننا في تنفيذ هذه الأعمال المواطن إن بقينا في هذه الحالة لا يرى الراحة ولا يرى الخدمات التي تؤمن له العيش الرغيذ نحتاج حقيقة إلى ناس مهنيين في إدارة هذه الملفات وفي محافظة لنبار خصوصا وكبقية محافظات العراق لذلك هذه الدورة الانتخابية القادمة إن لم يتصدر لها المهنيين والمخلصين من أبناء المحافظة ليقوموا بخدمة أبناء ملاسية ما الآن أصبحت الدوارة الانتخابية أصبحت مناطقية المرشح الذي يفوز عن دائرة انتخابية يكون مسؤولا عن تأدية الخدمات لهذه المنطقة ويكون مسؤولا أمام الجمهور الذين ينتخبونه أيضا أولا لضيق الدائرة أو لصغط الدائرة والاستطاعة الممثلين لهم أنه يقومون بأداء عمالهم بصورة جيدة إن كان الاختيار الصحيح ضمن المعايير الصحيحة التي تتسم بالمهنية حتى يرى المواطن الخدمات التي تقدم لهم نعم سيد عيسى تحدثت عن أمزجة سياسيين هل تتحكم هذه الأمزجة بتفضيل مناطق خدمية على أخرى؟ يعني مناطق مثل جبال وغيرها لا يتم الالتفات إليها من الناحية الخدمية ونرأها تغرق في كل موسمية بينما يتم الالتفات إلى مناطق أخرى ليست بحاجة إلى هذا الاهتمام كجبال مثلا أخي حقيقة مثل ما قلت أنه كل ما تقرب الانتخابات يبدأ العمل وتفتح كثير من الأعمال لكن هذه الأعمال عندما تفتح تكون عشوائية فقط لأنه تكون هناك حتى يقوئ يقال أن هناك عمل المعاناة التي نتكلم بها عن الفلوجة خاصة القاطع الجنوب من مدينة الفلوجة التي هي الجبال والشهداء وحينزال تحديدا الذي يغرق كل سنة في أي مطرة تحدث يغرق حينزال مع العلم أن حينزال يعني مكتملة شبكة المياه لصرف الصحي وشبكة مياه الأمطار تصريف مياه الأمطار إلا أن حقيقة يعني بعد العودة وفتاح المدينة وازديال عدد السكان وشبكة المياه الأمطار أيضا هي شبكة محدودة أحنا كنا في 2019 مع التنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير على فصل شبكة مياه الأمطار القاطع الجنوبي عن القاطع الشمالي حتى نخفف زخم الكميات المياه المنسابة في الخط الناقل الرئيسي إلا أنه حقيقة من 2019 إلى الآن لم يكتمل هذا الخط وهو يعني لا يتجاوز أربع كيلوات يعني ومع العلم أنه كل مبالغ مال تمصر ولكنه بعض التأخيرات الإدارية والإجراءات الروتينية لحد هذه اللحظة لم يستفد من هذا المشروع كان من المفروض أن ينجز خلال سنة حتى تخص مدينة الفلوجة من هذه المعاناة التي يعاني منها القاطع الجنوبي والقاطع الشمالي لذلك نقول أنه عندما المسؤول الإداري أو المسؤول السياسي الموجود في المحافظة عليه أن يقدم مصلحة المواطن على المصالح الشخصية حتى يرى المواطن أنه الاهتمام الذي يولى له من قبل المجامع السياسية أنا أقول أنه إن بقيت هذه السياسات متبعة في هذه المحافظة وبقيت المحافظات أنه لا يعمل إلا قرب الانتخابات سوف لن يرى المواطن الراحة ولا الاستقرار في هذه المحافظة